درسنا اليوم يا أول ثنوي رح يكون خدمات شبكات التواصل الاجتماعي رح نتعرف أولا على مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع على شبكة الإنترنت العالمية تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى من أشهر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي عنا التعليقات والإعجاب وإعادة النشر التواصل والاتصال النشر الإلكتروني الألعاب الإلكترونية البحث عن عمل التسويق لإعلانات شبكة التواصل الاجتماعي التطبيقات المجانية متابعة آخر الأخبار خدمة الحجز بلوك والبلاغ ريبورت والدعايات اللي هي تسويق الإلكتروني رح نتعرف عليهم وحدة وحدة الأولا سننتقل إلى التواصل والاتصال تقسم وسائل التواصل في هذه الشبكات إلى أولا رسائل نصية محادثات مرئية واتصال هاتفي الرسائل النصية تستخدم بين فردين أو مجموعة من الأفراد من منتسبي الشبكة ويطلق عليها مسميات أخرى مثل شاتنج محادثة أو رسائل بريدية إيميل المحادثة المرئية هي أكثر وسائل التواصل الفعالية لأنها تنقل التعابير الجسدية للمتحدثين تعتمد جودة التواصل المرئي على سرعة الإنترنت المتوافرة لدى الطرفين وتسمح هذه الوسيلة بالتواصل الصوتي فقط عند رغبة المستخدمين مثل سكايب الاتصال الهاتفي أدى انتشار الهواتف الذكية إلى إنشاء هذه الخدمة وأصبح من الممكن الاتصال الهاتفي المباشر عبر تطبيقات الشبكة الاجتماعية شريطة أن يمتلك طرفي الاتصال التطبيق نفسه إذن عندنا الرسائل النصية مثل الشاتنج عبر مثلا حكينا هلأ عندنا مثلا المسنجر عندنا مثلا الإيميل عندنا الواتساب هاي بسميها رسائل نصية المحادثات المرئية مثل السكايب وبرضو بقدر أحكي المسنجر لأنه منقدر نتواصل فيه وأنه نحكي بصوت وصورة ومنقدر إحنا نستغني عن الصورة وبس نحكي صوتي إذا رغبنا بذلك الاتصال الهاتفي الشرط في الاتصال الهاتفي أن يمتلك طرفي الاتصال التطبيق نفسه مثلا زي الإيميل مثل المسنجر المهم يكون عندي التطبيق نفسه مثل الواتساب يكون عندي نفس التطبيق عند الطرفين بيقدروا يحكوا اتصال هاتفي من مميزات التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي السرعة العالية في التواصل بين الأفراد التكلفة الرمزية أو المجانية عند إجراء المكالمات الهاتفية القدرة على المشاركة في الفعالية العالمية من خلال التواصل المرئي طبعا أثبتت فعاليتها من خلال التعلم عن بعد لما يتواصلوا المعلمين معكم بشكل مرئي لشرح الدرس إمكانية حفظ الرسائل النصية إمكانية نقل الملفات والصور والروابط بين الأفراد عمل مجموعات دراسية تساعد في تحسين المستوى الأكاديمي لمنتسبيها طبعا هدون مميزات واضحين من غير توضيح لكن هناك محددات ومخاطر للتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أولا من منع بعض الدول التواصل وخصوصا الهاتفي جعل هذه الخدمة غير متوفرة حول العالم بشكل فعال كثير فيه بدول الإمارات مثلا مش فعال فيها خدمة التواصل المرئي أو الهاتفي في بعض التطبيقات القدرة على التواصل مع أشخاص لا نعرفهم وليسوا من أفراد العائلة والأصدقاء تعتبر هاي محددة أو مخاطر لأنه ممكن نتعرف على أشخاص يكونوا سبب لنتعرض أنه لخطر أو التزاز استخدام هذه الوسائل في الإزعاج ومضايقة الآخرين ننتقل الآن إلى خدمة أخرى هي النشر الإلكتروني تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الرئيسية في شبكات التواصل الاجتماعي وهي الأكثر استخداما لأن منتسبي الشبكات الاجتماعية يستطيعون نشر أفكارهم وخواطرهم واهتماماتهم للآخرين من خلال الشبكة تتنوع وسائل النشر الإلكتروني لتشمل نصوص أو صور أو مقاطع مصورة مثل الفيسبوك كأكثر مثال حيث نستطيع نشر نصوص أو صور أو مقاطع فيديو مصورة أولا النصوص تكون على شكل عبارات قصيرة ومحددة أو طويلة ومسهبة تشكل خواطر وأخبار ومقالات وأشعار الصور منها صور التقطها شخص للآخرين أو صور التقطها شخص لنفسه ومنها صور مسلية أو توثيقية لأي مرحلة من مراحل الحياة اليومية تتميز المقاطع المصورة التي هي الفيديو باحتوائها على الصوت وتوثيق الأحداث كأنك تراها وقد تكون هذه المقاطع معدلة بإحدى وسائل تحرير الفيديو مثل موفميكر عندنا هون ملاحظة لا تقتصر عملية النشر الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي على إنتاج الشخص لنفسه صور وفيديو فمعظم مواقع التواصل الاجتماعي تسمح بإعادة نشر مشاركة الآخرين مع حفظ حقوق النشر لهم وذلك بذكر أسمائهم مرفقة مع عملية إعادة النشر اللي هي الشير كثير بنعمل الشير أيام لموضوع عجبنا أو لأغنية موجودة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من مميزات النشر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر الأفكار المفيدة ومشاركتها مع الآخرين تعد مساحة جيدة للتعبير عن الذات ونشر الإبداعات الشخصية نشر المواد المسلية كالألغاز والأحاجي استخدام النشر بشكل منظم لإطلاع الآخرين على آخر الأخبار في أمر ما على المستوى الشخصي أو العام مثل مواقع الأخبار مثلا أو أنا بحط كل أخبار اللي بدي إياها محددات ومخاطر النشر الإلكتروني عدم التزام البعض في نشر أو إعادة نشر بعض المواد المخلة للأداب والمخالفة للأخلاق العامة خرق خصوصية الآخرين عند نشر أخبار أو صور أو مقاطع فيديو ممنتجة تخصهم التأكيد على بعض السلوكيات السلبية من خلال تكرار نشرها بشكل مبالغ فيه عدم احترام حقوق ملكيات الآخرين الألعاب الإلكترونية أيضا إحدى خدمات مواقع التواصل الاجتماعي تقدم بعض شبكات التواصل الاجتماعي خدمة الألعاب الإلكترونية لمنتزمي الشبكة وهذه الألعاب علمية ومفيدة تثري التفكير وهي كثيرة ومتنوعة ومسلية ما يميز هذه الألعاب قدرة لاعبيها على مشاركة اللعب مع العديد من الأصدقاء في كل أنحاء العالم ويكون في الوقت نفسه مما يزيد المتعة والتنافس بين اللاعبين في كثير ألعاب صارت أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي منقدر نلعبها مع الأصدقاء في كل أنحاء العالم من مميزات الألعاب الإلكترونية إثارة التفكير كألعاب الذكاء والأحاجي التنافس الشريف بين اللاعبين ورفع الروح للرياضية بعض الألعاب تزيد من سرعة رد الفعل وقوة الانتباه ودقات التركيز أيضا كما لها مميزات لها محددات ومخاطر هذه الألعاب الإلكترونية اللاعب لفترات طويلة يؤثر على الصحة بشكل عام ويقلل النشاط الإدمان على الألعاب الإلكترونية مثل البابجي كثير منكم هلأ أنتو بتلعبوها مثلا صارت إدمان بعض الألعاب أيضا تحتوي على مشاهد وأحداث عنف غير مناسبة لأعمار معينة بعض الألعاب تدفع اللاعب لشراء خصائص وميزات في اللعبة من أجل أن يستمر في اللعب بعض الألعاب تحتوي على خاصية المحادثة العامة غير المعدة مسبقا بين اللاعبين مما قد يفتح مجال للحوار غير المناسب بين اللاعبين عند هون ملاحظة ما هي المحادثة المعدة مسبقا هي محادثة أو خاصية في بعض الألعاب لفتح حوار مع اللاعبين الآخرين من خلال اختيار جملة من عدة جمل محددة فقط للاستخدام ولا يستطيع اللاعب استخدام غير هذه الجمل في التواصل مع اللاعبين الآخرين وهذه المحادثة من أكثر وسائل المحادثة أمانا وخاصة الأطفال إذن محادثة ما بتقدر تكتب أنت اللاعب الدكية هم باختاروا جمل محددة تكون داخل اللعبة أو بتخص اللعبة هي بسميها محادثة معدة مسبقا التطبيقات المجانية تقدم بعض شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من التطبيقات المجانية لمنتسبي هذه الشبكات لا بد من موافقتك على جروط الاستخدام من أجل السماح لك باستخدامها من أشهر التطبيقات على شبكة التواصل الاجتماعي في عنا تطبيقات تعديل الصور ورسمها تطبيقات المناطق السياحية أو حول العالم تطبيقات الترجمة بين اللغات والتطبيقات الإخبارية من مميزات التطبيقات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه التطبيقات بأنواحها مشاركة الأصدقاء في هذه التطبيقات أما محددات ومخاطر التطبيقات بعض هذه التطبيقات يحوي على معلومات غير صحيحة أو دقيقة مثل مثلا اعرف شكلك بعد 20 سنة هذه معلومات غير صحيحة وغير دقيقة لكنها تعتبر تطبيق عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعض التطبيقات يشترط على المستخدم الموافقة على استخدام معلوماته الشخصية التي قد يستخدمها التطبيق بشكل غير مناسب التعرض للاختراق من خلال بعض التطبيقات غير الآمنة مثلا أنه ما بيرضى في بعض التطبيقات إلا أنه يشتغل أو يعطيك الفيتشار اللي هي عنده إلا لما أنت تحط مثلا إيميلك والباسورد ممكن يكون عملية اختراق لمعلوماتك خدمة متابعة آخر الأخبار أو دائرة الاهتمام أن خدمة متابعة آخر الأخبار اللي هي دائرة الاهتمام تبقي منتسبي الشبكة على الطلاع مستمر على آخر المستجدات التي يهتمون بها قد تكون اهتماماتهم تتعلق في موضوع معين مثل الثقافة أو السياسة أو الأدب أو العلوم أو الفضاء أو الرياضة أو حتى متابعة أخبار أحد الشخصيات المشهورة اللي هي بنعمل فلو مثلا لأحد المواقع أو لأحد الأشخاص مثلا على هاي المواقع هاي هي متابعة آخر الأخبار من مميزاتها الاطلاع على كل ما هو جديد في دائرة الاهتمام توفر على منتسبي الشبكة البحث عن الأخبار في أكثر من موقع متابعة آخر الأخبار من مصادر متعددة في الوقت نفسه محداتها وأخطارها اللي هي آخر الأخبار تكرار الأخبار أحيانا من عدة مصادر مختلفة وصول كم هائل من الأخبار يصعب متابعتها لما أنا أعمل فلو لكثير ناس ممكن ما أحضرهم كلهم هناك بعض المجموعات قد تنقل أخبار خاطئة يجب التأكد منها ننتقل إلى التعليقات والإعجاب وإعادة النشر لايك، كومنت وشير مميزاتها معرفة مدى قبول الآخرين للموضوع المنشور من خلال عدد اللايكات الحصول على تغذية راجعة للموضوع المنشور من خلال الكومنت إثارة الحوار المفيد والمناقشة المثمرة محددات ومخاطر هذه الخدمة نقض الآخرين المنشور بشكل غير بناء بس تكون بشكل أنه بدون يجاكروا بعض كتابة بعض الأشخاص تعليقات مخالفة للأخلاق العامة وتعاليم الأديان اعتماداً على حريات الرأي الدعايات أو التسويق الإلكتروني خدمة نشر الدعايات هي من الخدمات المدفوعة في مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه المواقع تعتمد على الدخل العائد من الدعايات لجني الأرباح وعادة ما تكون الدعاية على شكل صورة تعرض للمنتج أو الخدمة تكون الصورة مرتبطة ارتباطاً تشعبياً بموقع المؤسسة التي تقدم هذه المنتج أو الخدمة يعني اضغطت أنا على الدعاية هاي تنقلني على الموقع تباحهم قد تكون الدعاية التي تعرض المنتج أو الخدمة على شكل فيديو قصير مدة وثوان مثل ما أحياناً بنكون بنحضر فيديو مثلاً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في منتصف الفيديو بتطلعنا إعلام إن التصويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يساعد صاحب المنتج أو الخدمة على الوصول إلى الفعل مستهدفة بدقة عالية لأنه يعرض الإعلان لمنتسبي الشبكة بالاعتماد على معلوماتهم الشخصية والخاصة التي وافق الأفراد المنتسبون إلى هذه الشبكة على إعطاء حقوق استخدامها عند الموافقة على تعليمات الاستخدام والتسجيل لهذه الشبكات يعني أنا لما بدي أنضم لأحد مواقع التواصل الاجتماعي أول شيء بطلبوا مني موافقة على مجموعة من البنود هاي البنود من ضمنها إنهم يقدروا يستخدموا معلومات الشخصية والخاصة بأي وقت بدهمية ويستطيع كل فرد التسويق بشكل مجاني من خلال هذه الشبكات وذلك بنشر المواضيع والصور عن المنتج أو الخدمة بالاعتماد على الأهل أو الأصدقاء أو المعارف بإعادة النشر لتصل إلى أكبر عدد ممكن الطريقة بسيطة ومجدية لكن إمكانية وصولها للفئة المستهدفة محدودة مقارنة مع الدعايات المدفوعة الموجهة يعني أنا بقدر أنزل مثلاً كثير هلأ مثلاً ناس عم بتبيع أونلاين هي اللي بتنزل الإعلان وتظلهم كثير بتلاقوا كومنتات لدعايات لأواعي لمنتجات لأدوية غير أو مثلاً أشياء تجميلية لكن هي بسيطة ومجدية لكن مش مثل الدعاي المدفوعة الدعاي المدفوعة بتطلع بأي وقت تطلع بنص الفيديو بتطلع مثلاً بشكل رابط تحت أي صورة وهكذا مميزات الدعايات التعريف والانتشار السريع للمنتج أو الخدمة وصول الإعلان إلى الفئة المستهدفة الإعلانات غير المدفوعة وسيلة جيدة ورخيصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة محددات ومخاطر الدعايات الإعلانات المدفوعة قد تكون مكلفة كالفيديو بعض الدول تمنع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي معظم شبكات التواصل الاجتماعي لا تتأكد من هوية المعلن لأنه ما بتأكدوا من هوية المعلن ممكن تكون في عمليات احتيال قد تحتوي الإعلانات على منتجات أو خدمات لا تتناسب مع أخلاقنا وقيمنا وقد تعرض الإعلانات إلى فئة غير مستهدفة مثل الألعاب حالياً عم بتطلع دعايات لألعاب أخرى أو منتجات ما بتناسب مثل الأطفال أو ممكن يكونوا الأطفال عم يحضروا شغلة بتخصهم ويطلع لهم إعلان غير مناسب خدمة البحث عن عمل البحث عن عمل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي خدمة تقدمها شبكات قليلة فهي تسمح لمنتسبي هذه الشبكة بإدخال معلومات عن سيرتهم الذاتية تعمل على تحديثها باستمرار وتتيح بناء علاقات تعارف بين أصحاب التخصص الواحد لتناقل المعلومات ونشرها بينهم وتقدم الشبكات خاصية البحث عن الآخرين من خلال معلومات السيرت الذاتية وهذا يعطي فرصة لأصحاب المؤسسات للبحث عن موظفين جدل مثل شبكة اختبوت من مميزات ومخاطر خدمة البحث عن عمل إنشاء علاقات واسعة في سوق العمل توفير فرص عمل وعمل شبكة مع أصحاب التخصص الواحد المحددات والمخاطر في هذه الخدمة في بعض المواقع يفرض مبلغ مالي على المؤسسات عند البحث عن موظفين جدد من خلال شبكتها التصويق لإعلانات شبكات التواصل الاجتماعي تدفع بعض شبكات التواصل الاجتماعي المال لمنتسبيها إذا قاموا بالتصويق لإعلانات لها من خلال صفحاتهم ومقاطع الفيديو التي يصورونها ويزيد هذا المقدار من المال أو ينقص حسب عدد مرات مشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو هي الوسيلة الأكثر انتشارا وسرعة وجذبا لعدد المشاهدين العديد من منتسبي شبكة التواصل الاجتماعي يعتمدون على الدغل العائد من هذه الإعلانات في حياتهم مثل حاليا المشهورين اللي بيكونوا على مواقع التواصل الاجتماعي بيطلعوا يحكوا عن منتج معين إنهم استفادوا منه لحتى الناس تجربوا هي عبارة عن إعلان وممكن يكونوا كمان ماخدين وصاري من أصحاب هاي المنتجات وممكن أيضا يكونوا هم عرضين فيديو وبداخل الفيديو بيتضمن فيديو إعلاني لأحد المنتجات برضو أو الخدمات ميزات التسويق أولا كسب المال اثارة الدافعية لعمل مواضيع ومقاطع فيديو جديدة تنشر لأول مرة محددات التسويق ومخاطره تتحكم شبكات التواصل الاجتماعي بقيبة المبلغ المدفوع للتسويق لهذه الإعلانات قيام البعض بنشر موضوعات غير مفيدة من أجل الحصول على أكبر عدد من المشاهدين تلات عدم قدرة الشخص على التحكم بنوع الإعلان الذي يظهر من خلال صفحاتهم وهي أثوأ إشي ممكن يكون لأنه إحنا ممكن تكون إعلانات غير مناسبة للفئة اللي عم تحضر هذا الفيديو خدمة الحجب بلوك والبلاغ ريبورت تقدم شبكات التواصل الاجتماعي خدمة الحجب والبلاغات فيستطيع منتسبوه هذه الشبكة منع الآخرين من التواصل معهم من خلال وضع حساباتهم في قائمة البلوك أو الحجب ومن الممكن تقديم بلاغ بحساب ما أو موضوع تم نشره على الشبكة وهذا البلاغ اللي هو الريبورت يذهب مباشرة إلى المسؤولين في شبكة التواصل للإطلاع عليه والتأكد من صحات البلاغ فإذا كان المنشور يخالف تعاليم شبكة التواصل فإنها تقوم بحثف الموضوع وإذا كان البلاغ عن حساب لأحد المنتسبين للشبكة وقام هذا الحساب باختراق القوانين فإن الشبكة تقوم بعدة إجراءات يعني ما هي الإجراءات التي تقوم بها الشبكة إذا كان هناك حساب يخترق القوانين أولا تنبيه صاحب الحساب اثنين حثف المنشور المخالف الذي تم الإبلاغ عنه أو حثف الحساب كاملا إذا كان مخالفا لتعليمات استخدام شبكة التواصل الاجتماعي التي ينتسب إليها الآن ميزات خدمة الحجب والبلاغات منع المزعجين والمتطفلي من الحسابات الأخرى أنا إذا حد أبعت لي وكان مزعج بعمل له بلوك حماية الآخرين من خطر موضوع غير مناسب بمنع انتشاره مثلا أنا موضوع ما بهمني أني أعرفه أو غير مناسب أني أشوفه بعمل له بلوك حذب الحسابات الضارة ومنتحيلي الشخصيات من الشبكة أنا ممكن حدا يعمل إحسابه بنفس الإسام ويحط صوري بعمل عنه بلاغ أو ريبورت لحتى يلغوله الحساب محددات خدمة الحجب والبلاغات يستخدم البعض خدمة الحجب في حال عدم قدرته على استخدام الحوار مع الآخرين كثير ناس ممكن أحيانا يبلشوا نقاش غير بناء وغير مناسب مع أحدا وحتى يهربوا من هذا النقاش يعملوا للآخر الحجب أو بلوك تتبع قوانين شبكة التواصل للدولة التي تأسست بها مما يعني عدم حذف عدد من المواضيع غير الإخلاقية عند الإبلاغ عنها لأن قوانين الشبكة لا تمنع ذلك كل دولة بتكون قوانين شبكة التواصل فيها متختلف عن الأخرى ممكن مواضيع عندنا غير مناسبة في دول أخرى بيعتبروها أنها مناسبة انتهى الدرس يعطيكم العافية